موسيقى عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح أرحب بيك وإنت جاي تفتح قلبك وزهنك عقلك وداخلك ووجدانك عشان تتعلم الحق والتعلم زي ما اتفقنا في رحلتنا مش مجرد بس تفهم اوعى مخك يكبار وقلبك يفضل صغير التعلم معناه أن الحق بيتحول جوايا إلى إعلان بالروح القدس يعيش في داخلي ويغير حياتي ويغير حياتي الحق قوته أنه يحررني من قيودي من مخوفي يطلقني عشان أعيش للرب المسيح جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق دي التلمزة وفي الرحلة دي بحتاج كوتش بحتاج مدرب بحتاج واحد ياخدني من إيه دي عشان يدربني في طرق الرب فأعيش فيها عشان أسلك فيها يوم بعد يوم فتصير مش مجرد فكرة لكن تصير اسلوب حياة يومي عشان كده بشجعك عزيزي المشاهد وبشجعكم أحبائي أن الدراسة دي تبقى في مجموعات صغيرة بندرس مع بعض بنحل الواجب بنصلي البعض بنشارك خبرتنا واختباراتنا وبنيجي نراجع نفسنا أسبوع بعد أسبوع ونسأل نفسنا احنا عايشين اللي بنسمعه ولا احنا مجرد بقينا معلمين بنفهم عشان نرد على الناس مش هدف المعرفة الأول أني أرد على الناس هذا من المعرفة الأول أني أحياها وبعدين أرد على الناس أرجو أن في رحلتنا دي ما تضعش مننا هدف المدرسة الحقيقي في طول الرحلة دي ونحن نتكلم عن الله والإنسان والمسيح والروح القدس والموت والقيامة في الصليب ومبادئ العلاقة الثلاث وممارسة العلاقة مع الله من خلال الصلاة وقراءة الكلمة والشفاء الداخلي بنعمة المسيح تشفى جراحي وألامي وأوجاعي وأبتدي صفحة جديدة الماضي لا يكون له تأثير علي وصلنا لغاية مرحلة سمناها الصراع الروحي العدو الكبير وده اسمه الشيطان العدو الكبير العدو الكبير العدو الخارجي اللي بيحاربني بالذات كابن لله لأنه مش بيحبني ولأنه خايف مني لأنه خايف مني هو خايف مني لأنه عارف أنا معايا مين وجوايا إيه وممكن إزاي أهدد مملكته تخيلوا أني أهدد مملكته هادمين حصون وزنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله عندنا سلاح الله الكامل عندنا الحق الحق اللي يبهدله اللي يفضح أنه كداب ومضل عندنا قدرة الصلاة أنه نأتي بحضور الله وبإيد الله تهد الحصون اللي هو بناها عندنا سلاح الله الكامل عندنا الإيمان اللي بيه ما يشككناش لا فيه ولا في أنفسنا عندنا خوزة هي رجاء الخلاص ما يخوفنيش من الموت بالعكس أنا مش بحب حياتي حتى الموت أنا بحب ربنا وبحب الناس مش كده عندنا سلاح الله الكامل وبعدين فتحنا ملحق كده شائق حول موضوع السكنة الشيطان الملبوسين بأرواح نجسة هل ده كان في الماضي ولا موجود في الحاضر وتكلمنا عن ثلاث نظريات ودفعنا عن نظرية بنؤمن بيها بنقول نعم كان ولزال موجود وبالعكس مش عايز أقوله أنه عمال يزيد لأن نفوذ الشيطان بيزيد السحر بيزيد الإيمان بالخزعبلات والخرافات عمال يزيد وكلما الناس بتدي لإبليس السلطان برضاها وفهمها أم بجهلها إبليس بيعمل إيه بيستولى أكتر وبيسود أكتر النهاردة رسميا في عبادة للشيطان وتقدم زبائح ليه النهاردة في موسيقى شيطانية موسيقى موسيقى شيطانية في ساتانك ورشب في زي ما بنعمل ترانيم لنعبد بيها الرب ونسبحه النهاردة في موسيقى لعبادة الشيطان وأغاني لعبادة وتمجيده أب روحي لي وقائدي ومثل وقدول الأسيس منيس عبد النور مرة كان بيحكين للحكاية دي كان براكب طيارة ومسافر وفتح الكتاب وبيقرأ وبعدين جنبه شخص قاعد كده غريب شوية وبعد شوية سألوا قالوا أنت إيه قالوا أنا أسيس قالوا رايح فين قالوا رايح أمريكا مدعو لمجموعة من الخدمات هناك قالوا حضرتك قالوا أنا من عبادة الشيطان أهل موسيقى فقالوا أنا أعايز أقولك حاجة إحنا واخدين وقت صوم وصلاة الأيام ديت ومكرسين وقت للشيطان من صوم ونصلي لأجل هدف محدد قالوا إيه قالوا خراب بيوت الخدام اللي زيك خراب بيوتهم وعائلقتهم الأسرية يشوي صورة الإيمان المسيحي إحنا عملين كامبين الأيام ديت صوم وصلاة لأجل خراب بيوت كو النهاردة أباد الشيطان حاجة حيية في القديم المصريين أعطوا مجال كبير للصحر هنتكلم عن موضوع السحر والشعوازة والكتاب وزي موسى لما ألقى عصا الصحر المنجمين عملوا زيهم وأول ضربة عملوا زيها لغات لما جم قالوا له اللي فرعون قالوا لا 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 دي أدى الله إحنا معنا شياطين معنا أبالسة أنا معنا أبالسة بس دي دي إيد ربنا إحنا مش قدها في قدرة الله الفائقة وإبليس ملاك ساقط عنده قدرات عنده قدرات أوعى ننسى الحكاية دي بس لو أنا في مملكة الله تحت حماية دم المسيح أنا أخاف منه أوعى أوعى تخاف منه أوعى لأنه عايزك تخاف منه لأنه هو اللي خايف منك حلقة الماضية بدينا الواقع العامل تتكلمني عن النظرية الكتابية تتكلمني عن منطقيتها وبعدين تتكلم عن قصص من الحياة خد خصة شابة وعندها 17 سنة اللي بيساد بأرواح شريرة وبتالت تتصرف تتصرفات غريبة جدا وبتالت الناس يقول عليها كأنها مجنونة وكل ما بترجع على ألقات أنا عملت كده ليه إيه اللي بيخليني أعمل كده لدرجة في وقت بتالت تروح للكنيسة فبتالت تكتشف إن في أرواح موجودة فبتالت تروح للصحرة عشان يساعدوها فاكتشفت إن الراجل عايز يجندها وتبقى هي ايجنت وتعمل له حاجات لأنهم مقدرش يعمل له روحه وقدر يعمل له غيره وحنتكلم عن الفكرة دي إن دي برضو منطقية لأن ده في العالم الروحي بتاعنا كده صح؟ أنا أصلي ليك شكرا؟ أنا أتشفع لأجلك وإنت تقدر تعمل إيه؟ أتشفع لأجلي خلي بالكم حنشوف إزاي إن الفكر ده مش خزعبالي ده فكر منطقي جدا لأنه ده تبقى للقانون اللي ربنا حطه الأدب للتعامل مع الكائنات ذات الشخصية الحرة يعني ما نسمع إيه الكلام الفاضي ده؟ فيه منه كلام فاضي كتير قوي وفيه منه كلام صحيح قوي ولازم نميز اللي يميز إيه اللي خلينا أميز الحاجة الخرافية والخزعبالات واللي مش عارف إيه والدحك عدقون وميلح إيه كلمة الله والمنطق المنطق المنطق ده يخش العالم يخش العالم آه ده يمشي مع القانون ومممشيش مع القانون ده يمشي مع الاتفاقن عليه طول السكة ولمممشيش مع الاتفاقن عليه طول السكة مفيش حاجة حنعرضها في اللي قلناه أبادا وإلا يبقى اللي منقوله ده خزعبالات صح؟ واللي معانا من أول الرحلة من فضلك ولو لأ نيه لقينا في النص بدنا نعارض روحنا فضلك فضلك أرجوك وقفنا لأن يبقى إذن إحنا كمان بنقول خزعبالات بدنا نقول مجموعة من الأسئلة وقفلنا على أديكو المرة اللي فاتت اسمحوا لي نكمل أسئلة وبعد نسمع قصة تانية تزود الأسئلة وبعدين هنرجع للأسئلة بتاعت الحلقة اللي قبل قبل اللي فاتت اللي فيها بقى شوية أسئلة كتير صعبة بقى والمؤمن بقى ممكن ولا مش ممكن والقصص اللي صعبة قوي دي في الكليب اللي شفناه هي ابتدت تحكي قصتها إنه هي اتفجأت أو لقيت نفسها إن هي مقيدة بأربع شريرة فده وصل لإحساس إن أنا يعني ملطاشة بقى يعني إن أنا في أي وقت أو يعني ألاقي نفسي كده فإيه اللي خليني يحميني من ده أو إيه اللي يعني إيه اللي يخليني ملطاشة كده وإيه اللي يخليني مش ملطاشة القصة دي هي ما رحتش تلعب مع السحر هي ما دعيتش إبليس هي لقيت نفسها فجأة كده وبعنالفت إن حد هو اللي عمل لها عمل صح كده صح فعلا أنت دلوقتي خايفة لا صح فعلا يعني بتحكي في السؤال إنه خطبها الأولاني أمه أو أمه حمتها اللي مش حمتها آآ فإزاي يعني أنا يعني أنا كده ملطاشة أنه أي حد يحط لي أي حاجة تأثر فيها ولا أنا عملة إيه أو فيه إيه في حياتي أو أنا يعني السؤال ده جميل جدا 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 السؤال ده بيقول إزاي إبليس ممكن يسيطر على حياة إنسان إزاي إنسان يبقى ديمون بوزست مش كده إزاي يحصل خلي بالنا من الفكرة ديت وأنا بعيدة هي كتتفكرة نفس عيشة مع ربنا مش كده لما عاشت مع ربنا اكتشفت إن اللي فاتد ده كان ده ولا حاجة ده أبيض يا ورد اللي إيه الجناين إزاي ما بيقوله ودي كرسة كبيرة قوي إن فيه ناس فكرة بما أني أنا عندي علاقة مع ربنا إيه العلاقة دي إن في المتحانات بقوله يساعدني إن في المناسبات بروح الكنيسة أو إن بروح الكنيسة بس بروح الكنيسة كعادة بروح أقوم بالواجب أنا عملت الواجب ناحية ربنا مش دي العلاقة مع ربنا علاقة مع ربنا بحبه وبيحبني بكلمه وبيكلمني أنا ملكه أنا عايش ليه أقل من ده ما اسمهاش علاقة مع ربنا اسمها بتحك على نفسي ويا ما ناس بتتحك على نفسها نفسها يا أنا لما بترد تعرف ربنا بحقق حيكتشف إن اللي فات ده يفدت قصة أنا كان ليه علاقة مع ربنا في آخر القصة قلنا لأ إيه رأيك أنا ما كانش عندي علاقة مع ربنا أنا كنت عايشة في الضلمة لما طلقت للنور عرفت إن أنا اللي كنت عايشة في ده كان إيه ضلمة صح؟ طيب هي مراحتش تلعب مع إبليس لكن حد جديد قوي هي محمية لأنها مش تحت ستار المسيح ولا تحت ستار الدم تبقى معرضة؟ آه يعني مفيش حماية؟ آه لا خلي بالكم لأ فإذا أنا رحت برجلية ودعيته فرصته صح؟ إذا أنا مدعيتوش لكن أنا مفتوح خلت بالكم الحدتة دي قلت لأ إنت مفتوحة قلت لأ إني مكنت مفتوحة أنا إيه أنا بالضبط البيت فاضي البيت فاضي وحد زي ما إحنا بنصلي البعض ها فببعت لك الروح القدس وبعين إنت بعت قوله آه أو لا مظبوط حد عمل له عمل فبعت لها روح شرير هي ما قالتش إيه لأ البيت إيه فاضي ما هيدي النقطة الجهل لا يحمي المغفلين إحنا مش فاهمين الحكاية دي العالم وضع في الشرير وأنا مش عايش مع ربنا وعايش لنفسي وحد ده تأثير العمل علي ده تأثير العمل علي لو محدش عمل لها هذا العمل وأبعت لها هذا الروح الشرير ودفع خلي بالكو هنأجي كلم عن السحر ده بالضبط زي قانون الانترسيشن أنا ليه لما بصلي لإنسان ممكن ده يأثر في حياته لأن بالنيابة عنه رحت أمام الله وبدموع وبتزلل صرقت إلى الله وتدرعت إن ربنا يروح يزور هذا الإنسان مظبوط؟ أنا دفعت تمن بس التمن ده مش فلوس مع ربنا التمن ده حب ودموع ودم دكها راح دفع إيه؟ فلوس ودبح لبيحة وقدم دم نجس تفهمين بقول إيه؟ فبعها تروح شرير والبيت ده فاضي وإيه؟ وماكنوس وما فيوش أي حراسة من أي نوع من الأنواع كده إحنا بنشوف قصص ناس له بيصد أرواح شريرة لأن هي راحت برجليها وناس من غير ما تروح الروح هو إيه؟ بس جالها نتيجة إن حد إيه؟ بعده ما بيروحش الواحد مش من حقه مش هو معدي مش من حقه لأنه مربوط لأنه مقيد فإرادتي أو إرادة غيري تقزيني لو أنا مش إيه؟ مش محمي طب أنا محمي وتحت ستر المسيح أحكي قصة بعنا خد مشهور قوي بيلفي يوعظ في بيت من البيوت بيت حد قربنا حكا لهم قصته قال لهم أنا كنت بعيد قوي عن ربنا معرفوش خالص مسيحي بس منيش دعو ربنا خالص حبيت بيتعمي بيتعمي من لحمي ومن دمي وغيطي تبقى على غيطها وطيني على طينها وربنا يباركنا جدا فروح تتقدم لها رفضتني ليه؟ قايت له أنت مش مؤمن ايه مؤمن دي؟ قايت له أنا بحب المسيح وعيش مع المسيح وانت دي مش سكتك فاحن سكتنا غير بعض فقولت ما عليش هتعقل 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 لسه صغيرة هتعقل شوية وروح تقدمت تاني قالت لي ما أنا قلت لك شوية ولقيت هت ايه؟ اتخطبت ايه؟ اتخطبت ايه؟ اتخطبت مني؟ دي بيت عمي وانا بحبها وما انا اولى اللي مش عارف ايه اه؟ اولى بلحم طوره صحا كلا؟ فدي بتاعتي انا اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اعمل لها؟ طبعا معروف الطريقة تروح لسحر عمل لها عمل يربطها هم؟ وما تجاوزش الراجل ده وبتاع فرح لواحد سحر وقال له انا بيت عمي بحبها وخطبت وعايزة بوصل قال له دي اسعل حاجة اسعل حاجة هتشوفه ارد وبتاعه انه هنخلص الموضوع سهلة اوها هدت لقطر وبتاعه الكلام اللي هنتكلمه بالتفصيل في موضوع السحر ده المهم اجاب له الحاجات ديت وبعدين راح للسحر تاني قال له بقولك ايه؟ انا مش قدها قال له ليه؟ قال له مش عارف انا مش قد البت دي فانا عرف واحد بقى يعني واصل انا اللي معايا يعني مش كبير انا عرف واحد بقى واصل للجن الازرع واصل اوي 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 حيخلص لك الموضوع دوت فخدوا راح للراجل الكبير ده يعني روتاب برضو ما يا روتاب بقى مهم فراح للردبة الكبيرة ديت وقال له دي اسعل حاجة نربط ونفك جديد شغلانيتنا طولنا طول النهار بنربط ونفك قال له طيب اتفضل ايه اسمها؟ قال له فلانة فلانية وهذه القطر دخل بيقول انا قاعد جوا الصالة دخل قطو اللي بيعمل فيها الحاجات الغريبة بتاعته ديت وسمعت جوا خناقة وضرب واحد بياخد علقة مخدهاش حمار في مطلع طاخ 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 وسمعت صوت بيقول له كده انت جايبني تهزقني انت عارف ان الانسانة دي انا مقدرش عليها انت جايبني تهزقني انت عارف امتي وجايبني تهزقني عشان البت ديت الخرج مضروب علقة من الروح الشرير بيقول خرج وقال لي انا اسف البيت دي مؤمنة البيت دي مضغطيه بدم المسيح بيقول ركعت وسلمت حياتي للمسيح في بيت الساحر شفت باعني ركعت وديت حياتي للمسيح وكرست حياتي للمسيح وعيش اخدم المسيح النهاردة اني شفت سلطان الله البيت المفعوصة دي دي قصة من الحياة قصة من الحياة تصدقه ما تصدهاش بس ماشي مع اللي اقوله الكتاب مش كده؟ الشرير ايه؟ لا يمسو ماشي مع المنطق الراجل دا ما احمي الجن الازرق ما اقدرش ايه؟ علي؟ لاني متغطي ارى الدم فاعبر عنك ما اقدرش ما اقدرش مرشوشة قلوبنا مختسة لأكسابنا احنا ويه بلانج للملكوت بليس ما روش سلطان علينا لا عمل ولا سحر ولا شعوزة ولا فنجان ولا ازرق ولا اخضر ولا احمر ولا اي حاجة تقدر علينا البيت المفعوصة دي تهزقه واضح لما احط قصة دي جنب القصة دي جنب النظرية اللي بنقولها جنب المنطق العقلي لا ايه؟ مزبوط ايه كلام مزبوط تفاصيلها ايه؟ مهمنيش تفاصيلها هي قد ايه؟ كانت مفتوحة ما اعرفش تفهم؟ لكن هل ممكن اصلت على واحد اقدر اصلت عليه؟ لو هو مش محمي ممكن الشخص دي تأذي؟ اهي تأذي اهي تأذي لو هو محمي لا يمكن لا يمكن واضح الاجابة؟ انا جاوبت؟ تفضل حضرتك وبعن حجيلك تفضل حضرتك عشان ده قفلين عليه من الحلقة اللي فاتت وعدم صغر النفس يعني من ضم اهداف هذا البرنامج ايه؟ كنت وانا في سنوي من كلام ده من 30 سنة والدي خدنا مدة مسيس علشان يعني نزول وكت اول مرة واخر مرة يعني اه انا كنت حقن دي حب سيطلع هناك كان الموضوع ده كتير قوي اللي عليه الناس عليها اروح نجسة كتير فانا دخلت على اساس اتفرج اشوف ايه الدنيا فكنت مربع ايدي فلاقيت رجل الدين ساعدتها قال لي لا فك ايدك ما ينفعش وانا بنخرج شعاتين طيب اربط ايدك لانا ممكن يخش فيك انا عايز اعرف صحة الكلام ده السؤال التالي مرتبط بي برضو انا خدمتي في الكنيسة باطلع قوافل كتير فبنتقابل مع ناس وخلال القوافل في الكنيسة او في الاجتماعات او في الزيارات بنلاقي ناس عليها اروح نجسة كتير فبنصلي مع الزمله وفيه اللي بيطلع فيه اللي بيتعبنا فبلاقي موضوع بيبقى صعب قوي ان ناس بتستجيب بسرعة وناس بتبقى بكلمتين تطلع ليه؟ فمش عارف ليه يعني انا مش عارف ليه السؤال التالت بس اخر سؤال خلي المايك معاك مش هناخده منك حكاية ما تكتفش كتاب ايدك ولا لا دي ما عنديش اجابة عليها ما عرفش ايه العلاقة كده يخدش كده ما يخدش ما عرفش ما عرفش اللي ما عرفوش هقول ما عرفوش يعني انا قلت ما اقدرش مانيش صاحب خبرة تخليني التفاصيل انا اقدر اتكلم عن النظرية الكتاب بيقول ايه المنطق بيقول ايه واضح؟ لكن في حاجات كتيرة ما تدعيش اني انا افهمها كويس ليه في ناس بكلمتين بيخرج وفي ناس بياخد وقت طويل عدة عوامل اولا سلطان الروح اللي موجود ماشي كده؟ هذا الجنس لا يخرج الا بالصالة عدد الارواح اللي موجودة ماشي كده؟ ففيه سلطان وفيه عددهم ففيه روح واحد وغلبان جندي صغير كده على الريف يعني بشرطتين فاهم؟ فاخرج يخرج وفيه سلطان حيقاوم عايز السلطان اعلى عندي عايز ايمان اكتر مني ماش كده؟ او صو صلاة وفيه كتير وفيه مرات محتاج صوم وصلاة لان ده مشوار عايزين ناخد السلطان ضده ونضعف سلطيته ديت بس فيه عامل تاني الشخص فيه عامل تاني لمين؟ الشخص الشخص عايز ولا مش عايز؟ الشخص داخل في عهد والعهد ده بدم ومكتوب ومحفوظ في حتة ولازم العهد ده يجي ويتفك الاول ولا لأ؟ مظبوط لازم يتطلق عشان يعمل ايه؟ عشان يتجاوز مش بتكلم عن العالم الروحية احسقولك الاسيس سامعي بنادي بالطلاق فالمهم يتفك فلازم يفك العهد اكثر العهد اللي دخلت فيه عشان يقدر اصير ايه؟ لاخر للمسيح فايراته جزء كبير قوي السبب للدخول ده العهود والاعمال اللي موجودة النتيجة وتتحرق وتتفك الربوط الربطة اللي بيني وبينه عشان هيقدر يخرج منه عامل مؤثر قوي واطح الفكرة عايزين؟ فليه ده بسهولة وده مش سهولة مرتبط بالجوه ومرتبط بقرابة الشخص ومرتبط بالعلاقة اللي كانت بينهم وبينه واطح الفكرة ايه؟ فانا عندي ثلاث عوامل بيأثروا في سهولة او صعوبة في الزمن والمدة اللي محتاجين نصليها حاجة مهمة قوي بقى لو انا اللي بصلي مع حد الروح اللي موجود تأكد اني انا مش سايبه غير لما يخرج غير لو حاس جواي ان انا ايه؟ هتتعبني هسيبك يوم طميمة قوي لا بص احنا اتفقنا هو بيقرى ايه؟ احنا اتفقنا على العجاية دية دية اقرى الافكار يعني خلي بالكم على العجاية دية واحنا اللي قلناه مرتركب على ايه؟ على بعطيه فخلي بالكم على العجاية دية ودي نوع تمام قوي احنا مرات بنروح معنش وقت فبصلي كده فالسهل بيطلع والصعب بيقعد غير ما يكون انا مستقطع لك انا ايه؟ مستقطع لك فعارف انه هيخرج هيه؟ هيخرج فبدل ما يتعذب بيخرج بدري ففي عامل تالت ففي نوع وعدد الارواح اللي موجودة رغبة الشخص العهد اللي بينهم من بعض في عامل رابع انا انا اسراري واماني وتأكيدي ان انا بحب الودة بحب البنت دي انا مش هسيبه ليبليس وللصبح انا معاك لو قلت له للصبح انا معاك هيخرج اسرع بكتير قوي من اللي قلت له هتقرفني ليه؟ بتعلى ليه بكرة هيمشي هيمشي ومش هيجي بكرة انا جوابت حضرتك؟ السؤال اللي بعديه ماخدناش منك المايك صح؟ ده بيقودني فعلا ان في ناس حضرتك زينا بطول كده بنقابلهم عاملين عهد سواء ستة او راجل ومش عايزين باراداتهم يخرجوا خالص فده بيومات عب جدا جدا السؤال بقى التاني اللي انا عايز وده تبع قانون الارادة الحرة مش كده؟ هو عايز كده انا مارغموش مش كده؟ ولا ربني قدر يرغمو انا عايز ده مش عايز فاهميني؟ فده منطقي بفضل حضرتك وما سؤالي صغيرين الهتة فيه هلت ضرب حضرتك؟ ايوه شوف بعض اللي قدام الضرب بيبقى فيه ضرب بطريقة ايوه فضيعة جدا يعني انا نفسي ببقى مش مستحمل فهل ده 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 مش اهدار لأدمية الانسان؟ قلنا عنوان هنا مهم قوي الممارسات الخاطئة الحالية كتير من الناس لما بيزهر عليهم الروح بيتشنجوا وبتدوا يرفصوا وبتدوا يخبطوا او بيبتدوا هنسمع قصة مثلا لما الروح بتده يكلم الشخص فهو بتده يهدده قالوا حموتك وبعدين هنسمع قصة ديت وبعدين بتده هو يعني يكمل ويكلم معاه فراحت الاخت اللي فيها روح شرير راحت ضربه في بطنه كان حيموت فعلا فخد شنطته وطلع يجري وده اللي حصل في قصة افسوس مش كده بتوع سكاو ده ولما قاموا على الابناء سكاو ده فهو الروح الشرير في الناس بيبقى يقدر يبقى عنيف جدا فمرد رد الفعل بتاعي ان انا ايه بمسكه فنخش في اخناقه مع البادي ومرد ببتل يضربه هو روح شنو يتضرب فمين اللي بيتضرب هو فاقد الوعي وهو ما بيحسش انه بينضرب فده بيخلي برضو اللي بيتعامل مع الشخص ايه ينزل ضرب فاهم هو مش حاسس فطبعا بيقوم بقى وارم الراجل فمش عارف بقى مين اللي ضربوا يعني من حظنا فطبيعة الممارسة ادخلت هذا العنصر اعرف منين ده صح ولا غلط ارجع للموديل الموديل مين المسيح استعمل ايديه استعمل ايديه استعمل ايديه لا التلاميذ استعمل ايديهم لا الممارسات الخاطئة مش تلغي النظرية انا عندي الموديل الموديل مين المسيح واللي عملوا التلاميذ لما لما عملوا زي الايه زي المسيح بكلمة بكلمة المناديل اللي تتحط على بيقى الروح الشريرة بيعملوا ايه بتخرج طب ما لا نعمل ايه لو هو اتعمل انا عندي سلطان بقى انا مش فاهم انا اقدر بسلطان اربطه يتربط ده اللي القصدى عايز اوصله بقى فنعضى لو مارست سلطتي انا اربطه اخرص ما يعليش صوته ما يعليش صوته يعد ساكت يعد ساكت ده اللي ابونا مكاري بيعمله ايه ده اللي ابونا مكاري بيعمله ده بالزبط فالممارسات الخاطئة لا تشوه الصورة الايه الحقيقية انا عندي سلطان اسلحة محارباتنا ليست ايه جسدية ضرب بالايد ده جسدي صح كده استخدم ايديه انا عندي سلطان روحي والسلطان الروحي اقوى من لما انزل فيه ضرب ما فيه ناس بتتاخد بره بره المجال المسيح بينزلوا فيه ضرب 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 لغاية لما روحه يالا تطلع بدل ما نروح الشريرة تطلع فخف هو خف الحقيقية خف خالص مش هيعاني من اي حاجة تانية في حياته تاني لما بتركب الحاجات كلها في بعضها بتبقى الامور منطقية اسلحة محارباتنا ليست جسدية واضح لو انا بستخدم سلطاني صح على نفس الممارسات مطابقة للصورة الايه الكتابية انا جاوبت حضرتك حدة صغيرة بس اه اخر سؤال اخر سؤال اتفضل حضرتك المراش غير واحنا كمؤمنين ايوا بنمارس السلطان ده بساعات فيه ناس كتير بتتخافوا من التأثير ان احنا لما نخرج شعاتين تأثيرهم العكس علينا هل ده يعني ما ده صحيته لا احنا ده فانا ده ما فيش حاجة معدية تخش كده ولو انا ابني لله ابني لله ابني لله مرشوش علي دم المسيح الشرير لا يمسني ملوش سلطان علي هو عايزني اخاف منه هو عايزني اخاف منه ابني مكاري عمال يقولي الحكاية دي مرات كده اوعا تخاف منه اوعا تخاف منه بديله سلطان بيهاجمني اه بديله صغرة بيهاجمني مش عيلبسني بس بيديله سلطان هو العيار اللي ما يصفش يعمل ايه يدوش هو عايز يدوشني وعايز يروشني فحش كده العلاقة مابليس درجات كتير قوي حتى ان ابقى ده مستويات مختلفة بصل ان انا ابقى ايجنت ليه بصل ابقى انا ساحر ليه بصل ابقى انا بقى اداه عشان اقتي بيه لحياة الاخرين خدت بالكم غير واحد زي الاختي دية مجرد دي من بوزيست غير لما بقى بشغله ساحر هو نفسه يبقى ميدياتر مظبوط فمستوى العلاقة زي احنا مع ربنا مستوى العلاقة مختلف مش كده في مؤمن تعبان وفي مؤمن قوي في أمن مكرس في أمن ممتلق في أمن مستخدم مش كده فهي نفس الفكرة يا جماعة لانه يعني هو العالم الروحي السماويات عالم واحد والمبادئ النحيا دي والنحيا دي بس ده ابيض وده ايه وده ايه سويد ايه سويد فهمي الحقائق دي يترجم اغلب المشاهد اللي احنا بنشوفها طبعا الممارسات الخاطئة ما ايه ما اكثرها الموديل بتاعنا هو الكتاب الكتاب المؤدس كل ما بعمل زي ده ابقى انا في السليم بألف انا بدخل في خزعبلات بدخل في أدوات بشرية وأسلحة محارباتنا ليست جسدية نظبوط طيب في مين هنا ايوة اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك انا عندي عدة اسئلة يا اه طيب اول سؤال حضرتك جايب ليست اول سؤال اه اول سؤال سيطرة الارواح الناجسة بتوصلنا لغاية فين ايه ايه سيطرة الارواح الناجسة يعني لو حد عليه روح الناجس بتوصل لغاية فين يعني انت قلت حاجتين غير بعض ايه السيطات دي البتاعت النت سيطرت 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 الارواح الناجسة مش سيطرت الارواح الناجسة بتوصل لغاية فين ان دي اعماق ممكن يرميني يضيع حياتي فعلا ممكن يخرب كل حاجة في حياتي ممكن يحاولني الى عميل بخرب حيات الناس الاخرين مش كده فعلى قد ما انا حمشي معاه على قد ما بيغوط بي في عالم الشر وبيضمرني وبيضمر الناس اللي حولي قصة من القصص اللي عندنا اللي اتمنى يكون عندنا وتنشوفها ازاي ان هي بقت سحرة وبتقرر فين جانب دمر كل حاجة وشلها وافسد زواجها احنا بالفاكر روحتعمل كده من الراجل ده هيسعدنا ويهنينا ويجيب لنا اه في الاول اه ويجيب لك اكل ويجيب لك شرب ويجيب لك فلوس اه انا اعرف ناس كانوا الصبح كل يوم الصبح لقوا اللبن على الباب والمبلغ طلبها يلاقوها اه يعمل كده يجيب لك يجيب لك بس هاخد ايه في الاخر هاخد روحك بس يعني الراجل ما بياخدش كتير هو بيتفع علي بس في الاخر بياخد ايه كل حاجة بياخد كل حاجة بيفترسك شيطان المسيح بيقدم كل حاجة وده بياخد كل حاجة فعلى قد ما غوط هو عايزنا يغوط وعلى قد ما بيغوط سكة العودة بتبقى اصعب اه السؤال اللي بعدي يا حضر ينفع لو حد عمل حجاب او عمل اي حاجة من العهود دي ينفع انا كبسلطاني اكون باطع الحاجة دي يعني مثلا لو شرب مية المية دي خلاص ضعت او استحمى بورقة مثلا والورقة دي ضعت خلاص انا ينفع بسلطانة انتهر وخلص وخلص الموضوع هنيجي للاحجبة والاعمال لكن اسمعنا في القصة دي العودة اللي عملت ودخلتها كان لازم يحصل ايه كان لازم يحصل ايه تستفرغها طب دي شربتها من زوما يعني شربتها من مدة يعني تأثيرها هنا بعض الناس استفرغوا بعد مدة طويلة وبطريقة غريبة جدا كأن الحاجة دي كانت لسه موجودة وربنا بيقصد انها تعمل كده عشان اعرف انا انها خرجت وان انا تحررت ده لو انا ما عنديش رغبة لو هو ما عندهش رغبة انت ما عندكش سلطان تساعده واضح تاني لو هو عنده رغبة انت هتقدر بسلطان المسيح تعمل ايه تساعده وتفك وتحرر ودي الاية اللي الناس سألت فيه قبل كده كل ما تربطونه على الارض يكون مربوط فين في السماويات وكل ما تحلونه على الارض يكون محلول فده بيكلم عن السلطان الروحي للعالم اللي ايه احنا عندنا سلطان ان نربط نربط مين ابليس احنا بنفك مين الناس من سلطان ابليس لا لازم هو يبقى عايز انتفقنا لازم هو يبقى عايز انا ما اقدرش اقتحم ارادته ربنا بنفسه بيحترم هذه الارادة في اسئلة تانية طيب حبيبي اتفضح عندي اسئلة بس من غير ما تتحك علي اتفضح هي في ارواح بتفضح الواحد يعني في مثلا وانا بكون بصال على حد الروح اللي جواي دي ممكن تفضحني حصلت معي صدقني مش بكدم مش بكدم علي انا مرة كنت بعمل كده واقعدي اقول لي انت فاكر ومش فاكر انت عم كان هيشرط لي ابو ده يخش عالي اقول لأ ده شيء منطقي جدا الراجل ده عند روح عرافة مظبوط وانت بتهاجمه فطريقته ان يعمل ايه هيهاجمك هو عارف اللي جواك فابيفضحها قدام اخوتك Щالى ايه المؤمنين عشان ايه تااااااة تااةااةهوتامؤт Lu Girl ربنا يفضحني تاااة يبنيس يفضحني طب هيفضحني ازاي وانا ماحنا في دم اليسوق يفضحني ازاي وانا ماحنا في دم اليسوق لاني انا ما ربطوش وابل ما اتعامل معاها. اقول تاني. انا بتتعامل معاها وعمل اخد ودي معاها وانا ما قيتوش. انا سيبت وياخد ويدي معايا. اتفقنا. ما تاخدش وتدي ايه. ما تاخدش تدي معاها ايه? والمؤمنة هو. انت النهاردة حطيته مساوي لك وبتكلم معاها. واسمك ايه? وبتعمل ايه? وانت جاي منين? هيقولك بقولك ايه? ده انتنبارة عامل اللي عاملها المصيبة دي ساعة كده? انا عاملته كده. فهو خد حق انه هو يفضحني. انا ربطو اول ما ابتدينا. ربطو يعني بسلطان الراب انا بأمرك ان لا تتكلم. انا بأمرك بس انك تخرج. ما عندكش سكة تانية. لا تصوت ولا تزعق ولا تروح ولا تيجي ولا تتكلم ولا تشهد ولا تعمل اي حاجة خالص. انا ده رابط انا بربطه الاول بعدين بنتاهره. فاهم قصدي? لكن انا سايبه محلوله بنتفاهم معايا. من حقه يقول اللي هو عارف. لو انا عايش بالقداسة هيقولك انت عبيدة الله اللي زيني يدولون بالانجيل. لو انا عامل عاملا بارح هيفضحني. عشان كده السلوك بالبر يحميني من شكاية. عشان كده درع البر درع حقيقي وانا بحارب قوات الشر. عشان كده لما بنعيش حياة مع كوكا وبنحاول نخرج الشياطين بنتلطش. لما بعيش في القداسة. ابليس بيترعب مني. ودي دي معنى لكل الاسلحة اللي تكلمنا عنها. مش كده? اهو انبتل في المعركة ببان قيمتها كلها. اخرج الشياطين معركة مباشرة. لان الشيطان ساعاته مبقاش فكرة. فمخنا بيبقى شخص بيتكلم. ولما ندينه مجال مرات بقى يعني حصل معنا برضو بجهلنا. اننا سيبناه يتكلم. فيبتدي يقول ايه بقى? فلان ده صلاته احسن من فلان. فلان ده نظرته بتتعبني. خليه يطلع من القضى اللي احنا موجودين فيها دي. لا اذا هو ما بتعبني او ما بتدسليش. فيبتدي وقعنا في بعض. لاننا سيبينه يتكلم. لاننا سيبينه ايه? يتكلم. فبتشوف بالزبط بقى بعنيك اللي بندرسه نظري. بتشوفه عملي بيحصل. وتشوف قيمة المعرفة. انك ما تخشش معاه في ديالوج. ان ما تدلوش حق. انك تستخدم سلطانة. انك تعيش بالخداسة. انك تعيش بمحبة. ان الناس اللي حيصلوا مع بعض دي وضم في ضم بعض. وما فيش واحد فينا احسن من التاني. ما فيش كوماندة. ما فيش الكبير هنا. احنا حاجة واحدة. السلطان هو سلطان الكنيسة. وليس سلطان الفرد. ان المجد هو للمسيح. وليس لفلان اللي بكلمة منه بتخرج الارواح الشريرة. السلطان للمسيح وحده. والمجد للمسيح. وحده. ولما نسعف للمسيح. وحده. ولو سقفنا الناس. ابليس حيلعب بينا كورة شراب. لما بنفهم المعنى الروحي. لما بنبقى فاهمين النظرية اللي بيقولها الكتاب. بنمارس صح. وانا مش فاهم. وانا جاهل. ابليس بيتحك علي. انت مراك اقيده قبل ومصلي. لازم اربطه. لازم اربطه. لازم واربطه في البداية طبعا. استدعيه واربطه. وبعدنا نفهم معاه. لكن هخش معاه في حديث. هينفخني. في حد هنا. هنا في حد حيجيله برضو لغط. احنا مش غالبا حنوصل آآ الشهر الجاي عندكم. فتفضل حد. هو ممكن حد يكون عليه روح شريرة. ومسلا حد باسم يسوع بسلطان المسيح يعني خرج الروح دي. بس هو معندوش ايمان يعني. معندوش ايمان بالمسيح. شخص نفسه مش مؤمن. اه. مش مؤمن. بس عايز. اه بس عايز هو بان عليه انه وعليه. طبعا ممكن. لا ما هو مشكلة. ممكن يخرج هو خرج خلاص. كويس. ممكن يجيله بعد كاته. اه طبعا ودليه. انه هو مسيح. كويس. عشان كده انت لازم بعد ما تخرج روح شرير باسم يسوع من شخص لازم تقوده ان يقبل ايه? المسيح. او تقول له خلي بالك. انت ارتحت. انبساط. هتراوح النهاردة تزغرت. بعد اسبوع هتجي لي حالتك اسوأ. ليه? لان الكتاب قال ان الروح ده هيجي. وهيجي معاه. اهو. احنا حان في ممارستنا عندنا في الكنيسة بنعمل العكس. من الاول بنكرز بالانجيل. وبنقول المسيح بيحبك ومات من اجلك واو نقدم. وبنقول له اقبل المسيح في الاول. اقبل ربنا. وبعدين نخرج الروح. لما بيعلن ولاء وانتماء وبرش ده من المسيح عليه. بيقف في صفنا ضد الايه? ضد الروح. وبنتأكد لما خرج الروح قريدي الوقتي مين اللي حل محل الروح الشرير دوت? المسيح. فبنحافظ عليه. فاما ان انا خرجه واقوده انه يقبل ربنا. او انه من الاول انادي به انه يقبل ربنا. طب هو يقدر وهو فيه روح شريرة يقبل المسيح? اه. لانه هو ارادته لازالت ايه? حرة. ارادته لازالت حرة. هو هنا بيقبل المسيح رب وسيد. وبيدعو المسيح ان يدخل. فالدعوة دي المسيح ان يدخل. واحنا باسم المسيح بنخرج بيحصل الايه? الريبليسمانت دوت في ذات الوقت. ودي افضل صورة ممكن. فتعلمنا من الخبرة ان بدل ما نخرجه بنقوله اذا حبيت تقبل ربنا نقوله خلي بالك. لو لو خرجنا وبعين مقابلتش هتبقى. فاحنا مش عايزين نضيع وقتنا ولا نضيع وقتك معانا. الاول خلينا نكلمك رسالتك. وهيخرج بعد كده لو لو جاله تاني مسلا والسابع ارواح دور مسلا. المشكلة ان يقول لك بيفاكر بيفاكر انه ما خرجش. فيقول لك ده يضحكوا علي. يعني دي مشكلة انه هو ممكن لما يروح وبعدين بعد شوية الحالة تزداد سوق. انا يقول لك ده ضحكوا علي هناك. ونايموني ومش عارف ايه وخدروني او ضحكوا علي. فعشان كده بنتفادى ان ده يحصل. باننا نقول الناس دي محتاجة مشوار نمشي معاها. انها تقبل ربنا. انها تقبل واقفة معانا. ان هي اللي تنتهر معانا. ان هي تقبل مسيح في الحال. انها تخش مجموعات تلمزة. عشان تكمل الرحلة دي. زي القصة اللي اسمعناها. الاخت دي كان بيجي كل اسبوع لمدة اربعة شهر. والنهارده جزء من ال الكنيسة. اه طبعا الحلقة الجاية. عزيزي مشاهد احباي اشكركم عشان متبعدكم لينا الحلقة ديت. اشكركم عشان الاسئلة الجميلة اللي كلت الحلقة كلها. وبيننا هنأكل كل الحلقات ونأكل كل الشرايط في الاسئلة ديت. لكن البرنامج ده معمول عشان نفهم. عشان نسأل. عشان نطلع اسئلتنا. عشان نشوف ان كلمة الله حية. حقيقية. فعالة. وامضى من كل سيف دي حدين. الى ان نلتقي في حلقة قادمة يا ربنا. يحفظك في المسيح تلميذ. امين. مجرس دي حدين. 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 مجرس دي حدين.